تتنوع قصص النازحين في العراق وتتنوع معها المعاناة التي يعيشونها في أماكن نزوحهم بعيدا عن ديارهم ومنازلهم عائلة أحمد علي النازحة من قضاء البعاج بمحافظة نينواء واحدة من قصص هذه المعاناة الممتدة على مدى سنوات طرت العائلة المكونة من ثلاثين فردا إلى العمل في مزرعة بمحافظة السليمانية لتتخذ من هذه المزرعة مأوا ومكانا للعمل أسرة تعيش حياة الكفاف يجهد أبناؤها أنفسهم في العمل بالمزرعة لسد رمقهم مقابل مبالغ مالية لا توازي ما يبذلونه من جهود مضنية والله شغل تعب تعب ويعني استفادته غليلة حي الغليلة يعني هالساعة هو ينطي مئة ألف على القاعدة هاي القاعدة ما شاء الله شكبرها تحويها ما شاء الله تقريبا حول أربعين علاقة خمسة وثلاثين علاقة تخيار بس ساعة ثلاثة الفجر تقعد إلى العشرة الصبح للتسعة ونصف للعشرة تخلص منه تخلص أنت تروح تحمله وانت تحوش وانت ترش وانت تزقي وتعرف الساعة يعني سعار كل شيء صعد أوضاع التهجير وصعوبة توفير القوت حالت دون انخراط أطفال هذه الأسرة في المدرسة ما يشي بمستقبل أكثر هشاشة للعديد من العائلات التي تعاني قسوة النزوح ويضطر جميع أفرادها للعمل من أجل توفير لقمة العيش مدرسة ما درسة وبس ابنة شبير وبطال من تهجرنا ما عادي يقدر يدرس من وراء المصرف ومن وراء المعيشة يركض مع أبوه وكنا هنا جهال ناس يعني ضرّة معايا وضرّة علي وقاعدين هنا نشتغل ونعيش شايلين هم هاي أطفال بنات خطية لا مدرسة لا شيء بدون مدرسة واحد ما يفتهم كله شغل 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 يعني عايفين مدرستنا عايفين منطقتنا عايفين كله على مود نعيش إذا ما نشتغل ما نعيش والله كل شيء ما يجينا ولا نحصل شيء ولا يعني نعيش كل شيء ماكو لا راتب يعني أبد مساعدة يعني ماكو عينة أخرى لمأساة النازحين الذين تركوا ديارهم وتحول الأوضاع الأمنية والاقتصادية دون عودتهم واستغياب لأي حلول لإعادتهم أو انتشالهم مما يعانونه من شظف العيش في مناطق النزوح